الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم نعم أيها الأحبة الكرام الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم أي أبطلها فإنه لا يقبل أي عمل إذا لم يكن قائما على الإيمان فإن الله يبطله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لماذا؟ لأنه لم يقم على الإيمان بالله كذلك من معاني أضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يعملونها للكيد بالمؤمنين فإن الله عز وجل يمكر بهم أعظم من مكرهم بالمؤمنين كما قال الله عز وجل وَلَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ يعني وَلَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ أي الله سبحانه وتعالى يمكر بهم كما في الآية الثانية ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فهذا بشأن الكفار أما المؤمنون ودائما القرآن يأتي مثاني يأتي بحال الكفار وحال المؤمنين يأتي بذكر النار ذكر الجنة وهكذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ودائما تجد ارتباط الإيمان بالعمل الصالح لأنه ثمر للإيمان وآمنوا بما نزل على محمد والذي نزل على محمد هو القرآن الكريم وأيضا الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الحديث الشريف وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نعم أيها الأحبة الكرام إن الحق من الله واضح وهو معلوم وهو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس شيئا غير واضح لذلك عندما يقول بعض الناس أن الحق شيء نسبي وما يكون عندك حق هو عند غيرك باطل وما يكون عندك باطل قد يكون عند غيرك حق هذا من التلبيس فإن الحق من الله فالله حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ووعده حق ووعيده حق وهذا القرآن هو الحق لذلك وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ثمرة ذلك كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم فإن تكفير السيئات ثمر من ثمرات الإيمان والعمل الصالح وأصلح بالهم أصلح أحوالهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم هكذا يضرب الله للناس أمثالهم فيعرفون الخير من الشر ويعرفون الحق من الباطل ويعرفون الكفر من الإيمان فنسأل سبحانه وتعالى أن يرين الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرين الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر